بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تكم العافية يوم خيام بلش نحل اسئلة على رادياشن و كونفكشن و كونداكشن ان شاء الله انه الأمور بتكون بسيطة بس خليك معي و تبع معي مني اوكي اول سؤال بحكي لنا اوكي طبعا انت زي ما اخذنا احنا اخذنا انه بالعادة اسئلة الوال او اسئلة الحيط يعني بشكل عام قاعدة بتكون تحكيلي عن اوكي ليش لانه الحرارة بتنتقل عن طريق الحيط اوكي فبالتالي بما انه في عنا كونداكشن و بما انه بعطينا ثيرمال كونداكشن كمان اللي هي الكي اوكي معنى اكيد بدويا نطبق على خانون الكنداكشن اوكي طيب احنا اذا بنتذكر خانون الكنداكشن كان بحكينا انه كيو اوكي بتساوي او كيو دوت اوكي كيو دوت بتساوي كي اوكي في اريا في تي دوت اوعية غير معنى لي Bang مثلا اخيتوكي уки youtube احنا ما ندعب انه سبب أم لا يوجد سالب أو يؤدي عن الضر إذا كنت كنت تت jumbo أنه يوجد سالب ولا يوجد سالب رجالتك المعركة يجب أن العرف أن أجود أن العاقة مخرجية الحرار راح تنتقل بهذا الشكل. وبمعنه احنا هيك بنمشي بشي اسمه محور اكس الموجب. معناته لازم الحرار تطلع معي بايش بالموجب. لازم تطلع معي بالموجب. فبالتالي الكي موجودة معي 0.69 هايها موجودة معي الاريا موجودة معي هايها الاريا تاعت الول اللي هي 5 ضرب 6 اللي هو 30 متر مربع. دلتا تي انا بكل بساطة بقدر اعمل 20 ناقص 5 20 ناقص 5 و الدلتا اكس اللي هو قديش فكنس او قديش السماكة تاعت الحيطة اللي هي 30 سانتي يعني 0.3 ميتر. يعني هاي معي كل المعطيات انا بس علي تحترها على الحسبة بطلع معك 1035 وط دايريكت سؤال ما بده اي ما في اي تركات يعني. هون سؤال الثاني بحكي انه يمكن ان يكون 30 سنتيمتر دايمتر و 170 سنتيمتر بساطة سلندر بساطة سلندر و بساطة سلندر بساطة سلندر طبعا هايش بجي بحكي لك بقولك ان انا الانسان تخيلت هايك او سلندر تقدر تعتبره زي سلندر يعني انا هيك بدا تخيله هيك زي كيف السلندر و هايك ما اعتبره السؤال عندك زي سلندر عندك زي جسم كامل يعني صبه كامله بقدر اعتبره 30 سنتيمتر دايمتر فيه له دايمتر معين دايمتر معين و فيه له طول معين له دايمتر و له طول زي مثال السلك اللي اخذنا بالكومبكشن ماعطيك الطول و ماعطيك العرض ماعطيك الديامتر يعني ماعطيك الطول يعني هو قاعد بحكي لك المدرجة تحرارته 34 سلسيوس اوكي هاذ السلك او يعني انا بقدر اتخيل الانسان زي كما سلك ببعث حراره اوكي فر كومبكشن هيت ترانسفير كو افشنت أو 15 واط برميتر ميتر سوار سلسيوس اوكي يعني بحكي لك انه ال كومبكشن هيت ترانسفير كو افشنت اللي هي اتش اوكي الاتش تاعته اللي هي 15 واط لكل متر تربيع اوكي سلسيوس تترى من الهاتف الهاتف من هذا الناس باي كومبكشن الانسفير كو 20 سلسيوس طيب انت شو بتعرف اول شي بما انه حكي لي كومبكشن انا برحب اكتب قانون الكومبكشن شو غري برحب اكتب قانون الكومبكشن اتش في ا في دلتا تي اوكي ممتاز هل دلتا تي موجودة معك او موجودة معي معي 34 اللي هو درجة حرارة الجسم ومعي العشرين سلسيوس اللي هي درجة حرارة ايش الانسفيرومنت الموجودة اذا انت بتذكر كانت كانت.. كان الوقان يكتب لك تي اس ناقص تي انفينيتي اوكي كان هيك يكتبها اوكي انت هكي بتكتبها بتكتبها زمان بدك انا كتب دلتا تي لاني بعرف شو بدي اعوض يعني جوتها في ال 34 والعشرين سلسيوس هي موجودة بالدلتا تي موجودة معنا فمااذ الأيريا اللي اريدنا أني احسبها؟ الأيريا اللي سوف تحسبها هي outer surface له السيلندر الذي يكبر تلك عنه أو الجسم الإنسان الذي يكبر تلك عنه يعني المحيط تلك الجسم ثم تحسب الأيريا الى حوالينا الجسم كاملة فبالتالي انت كيف تحسبها زي ما كنا نحسب السلك انت السلك كيف كنا نحسبه كنت تعمل باي أو باي في L في دايوميتر هيك كنت تحسب ايش الاؤتر سيرفس تاعت الجسم أو الاؤتر آريا فانت بالنسبة لموضوع آريا نحل معك طب ال H موجود معك أو موجود معها هي 15 فانت على الأل الحاسبة بكل بساطة تروح بتحسب 15 ضرب 3.14 ضرب ال L اللي هي 1.7 1.7 متر لانه معطيك هيه 170 الطول 1.7 ضرب 30 سنتيمتر دايوميتر تروح بتحوله ل 0.3 متر ضرب الفرق في درجة الحرارة اللي هو 14 بتطلع معك 336 وات زي ما هو حكي لك الانسر اللي هي موجودة معنا أوكي فبالنسبة لأمور إن شاء الله إنه سهلة وما فيها أي صعوبة يعني أوكي هاي هنا بورديك كيف بنحل برضو السؤال الأول والثاني اللي حلناه أما بالنسبة لهذا هو مش مكتوب مش موضح من وين جايبه بس حسنا بناخذ واحد شبيه فيه يعني أوكي بحكي لنا أسيلد إلكترونيك بوكس أوكي ديسيبايتين أوكي أوكي في عندك إلكترونيك بوكس هاذ أوكي بوكس إلكتروني بيطلع كيو بقيمة 100 وات أوف بوكس أوكي بيطلع 100 وات أوف بوكس جيدة في وكساس وكساس بوكسام يعني ما في هوى أوكي يعني ما في هوى إذا كان هذا الكترون يستخدم بردو بحكي لك إنه هذا البوكس لنبردو بردو بردو أوكي بربرد باردو واجهة العوضية الحيوية ليستخدم擠ة 55 سلسيص لعية تحرارته يبع الأولى خمس خمسين سلسيوس و مش لازم تطلع عن خمس خمسين سلسيوس يعني بحكي لك انه لازم انت تحسب قديش درجة الحرارة بالسوراونين يعني بكل بساطة كيف حنا ممكن نحسبه وبما انه طالب مني اصلا احسبه عن طريق الرادياشن معناته انا بروح بكل بساطة بروح بكتوب طيب ايش بدك انت انا هو بده درجة حرارة السوراونين بروح بكتوب القانون يعني القانون يعني قيو بتساوي الاميسي فأيثي طبعا الاميسي فيتي هو هون الاميسي فيتي لازم اكون معتك اياها والاميسي فيتي اتوقع انه معطينا اياها 0.95 لا يمكن معطيك 0.95 لا الجسم يعني بالتصال الاميسي فيتي معتك اياها 0.95 وستيفن بولتسمان لازم يكون يعني وانت احفظها يعني 5.67 14.8 ضرب الاريا الاريا اللي انت لازم تحسبها لازم تكون كل السيرفس اللي اللي واضح يقامك او اللي اللي لبرة يعني طبعا بدون ما تحسب الجزء اللي مغطى يعني بدون ما تحسب الجزء اللي بين الزهري وبين السكني هذاك التحت تسيبك منه اوكي فاحنا بنا نحسب الجزء هاض بنا نحسب الجزء او سوري سوري هاي الاميسيبتي معطيني اياها 0.95 مظبوط هيا مكتوبة والتمبرتر تحت السيرفس تحت الجسم معطيني اياها ومعطيني الكيو تحت الجسم طبعا انا كيف بدى احسب الاريا بدي احسب اول اشي الاريا هاي اوكي اللي انت شايفها فوق بعدين بدي احسب الاربعة ارياز اللي موجودة على الجناب لانه كلاتها نفس الاشي اوكي برضو في واحد متخبهان واحد كمان واحد متخبهان بعد عن اشي بحسب بحسب 0.4 ضرب 0.4 اوكي عشان احسب هاي الفوقانية اوكي بعدين بعمل 0.2 0.2 ضرب 0.4 ضرب اربعة اوكي ليش عشان تحسب الاجزاء اللي على الجنب يعني طب هزا انت لو بدك تحسب هذا الجنب كيف تحسبه تحسبك التالي 0.4 اوكي 0.4 اللي هو العرض يعني اوكي في الطول اللي هو 0.2 هايك انت حسبت هذا الجزء صح لو لا اضربه باربعة هاي صار عندك الاريا كاملة لا الجزء كامل هاذا اللي بلف يعني اوكي زائد الجزء اللي فوقاني اوكي هيك صار في عندك اريا توتل للبوكس معالاته هاي الاريا معي الامي سي في تي معي بولتسمان معي والتمبرتشار هاسا بنا نحسبها السيرفس تعت الجسم اللي هي 55 اوكي اوكي ناقص تي اوكي السوراوندنج اللي انا بدي اياها اوكي طبعا انا ما بعرف اذا حكيت لكم بس انه القانون اذا انت بصير في عندك تبادل حرارة بين جسم وجسم ثاني انت بتكتب زي هايك القانون اذا طلب منك قداش الطاقة اللي بتمبعث من جسم معين انت بتشير السوراوندنج وبتخلي ايش بس القانون هيك بصير يعني اوكي ايبسيلون ضرب بولتسمان ضرب اريا ضرب تي سيرفس اس اربعة اما اذا كان في عندك لازم يكون في تبادل حرارة بين جسم وجسم ان رادياشن بتروح انت بترجع ايش التمريشة تعت السوراوندنج اوكي فبالتالي بتروح بس بتطبق مباشرة هاي الاريا هو حسبها زي هيك اربع زائد كذا كذا هاي طلعت مع الاريا براح طبق القانون حتى 0.95 الاميسي فيتي ضرب السيفان بولتسمان ضرب الاريا وطبعا حول لك كيلفن ان تتمبرتشر لازم تحول لها الى كلفن طبعا كيف انت بتعرف ان تتحول لها الى كلفن لانه السيفان بولتسمان بالكلفن اليونت تعتها يعني وط على كل متر تربيع كلفن اسس اربعة معتوا اكيد هاي لازم تكون بالكلفن التمبرتشر لازم تكون بالكلفن فانت بالتالي بتحط هذا القانون يعني كامل على الحاسبة بتخليتي سوراونينك اكس بتطلع معك انه 296.3 كيلفن اي 23.3 بحكي لك ativa بحكي لك بحكي لك بحكي الأمام سؤالة بحكي لك بحكية حسنا بحكي وبحكي ياorar Haes تم brought you خمس سنتيمتر is maintained at a temperature of 50 Celsius in the large room بغرفة كبيرة where the air and the wall temperature are at 20 Celsius يعني سواء للهوى أو الحيطان اللي حوله تمام 1.C the surface emissivity of the steel may be taken as 0.8 يعني معطيك the emissivity معطيك the epsilon using the data of table 1-3 calculate the total heat lost by the pipe per unit length قائد بحكي لك حسيب total heat lost اسمع بما أنه بحكي لك total heat lost ومعطيك معلومات عن الهواء اللي موجود حولين هذا البايب ومعطيك برضو معلومات عن الحيطان اللي موجودة حولين هذا البايب معناته اعرف اعرف انه رح تروح تحسب ايش الهيت اللي جاي من الرادياشن اوكي للبايب هاي وبرضو الهيت اللي جاي من الكون ليش لانه حكي لك اول شي total heat lost تمام الطاقة الكلية اللي اللي تم فقدانها من هاي البايب يعني اوكي ومعطيك the emissivity معناته اكيد تروح تحسب رادياشن ومعطيك برضو اله مايعطيك اعني اعني تحسب ايش ello ومعطيك مرضو الهيت بس بس بدددير بالك كاتب لك بـ بدك تحسب total heat lost by the pipe per unit length مsequently من يعني تحسب ق كيو على ال اوكي يعني اللي بده تطلع معك بالنهاية لازم تطلع معك كيو على ال اوكي ممتاز بيجي بحكي لك اه بيجي بحكي لك طب تعال انا بحسب ببلش بالكونفكشن الاتش معي صح لو لا اه شو اسمه البايب كيف بدي احسب الاوتر سيرفاست تاعها الاوتر سيرفاست تاع البايب زي ما حسبناك بشوه للسيلندر اللي هو كان جسم الانسان كان زي هيك اه باي اوكي داياميتر لنكف مزبوط طيب بما انه وهو بدي اعيه بريونت لنكف فانت عادي بكل بساطة بتروح بتمحي لال اوكي فهاي هيك بتصفي ايش ال الاريا اللي انا بدي اياها معناته اتش ضرب الاريا اللي انا بدي اياها ضرب تي سيرفاست ناقص تي انفينيتي هذا من قانون الكونفكشن هيك انت بتكون تلعت ال كيو بريونت لنكف لالكونفكشن طبعا تي انفينيتي موجود معنا اوه اللي هي 20 سلسيس تاعت الاير اوكي والتي سرر التي سيرفاست اللي هي 50 سلسيس والدياميتر موجود معك اوه 5 سنتيمتر الباي موجودة معك والاتش موجودة معك فهاك انت طلعت قداش طلعت معك 30.63 واط لكل متر اوكي هاي بالنسبة لالكونفكشن طبعا نروح لالرادياشن الرادياشن بكل بساطة برضو بتحسبها من نفس الطريقة بتروح تكتب بتروح تكتب الاميسي فيتي بولتسمان الاريا الشي حكيانا راح تكون باي دايميتر ليش باي دايميتر نفس المبدأ لانه الكيو الموجودة بره لازم تكون مقسم على ال فانا زي كني خصمت هاي على ال وهاي على ال اوكي ضرب التمترشير اللي تعت السيرفاس اس اربعة ناقص تي سوراوندنج اس اربعة اوكي وعذرد لك تحويلها لكل فندير بها لك فبالتالي الاميسي فيتي موجودة معك او 0.8 هيا موجودة معي بولتسمان موجودة معي باي موجودة معي دايميتر موجودة معي التي سيرفاس موجودة معي او اللي هو خمسين سلسيوس انت بتضيف عليها 273 بتصير 323 اس اربعة ناقص قداش حرارة السوراوندنج اللي موجود عندي اللي هو عشرين سلسيوس يعنو حكي لك the wall the wall and the air the wall هو اللي بهمني بالرادياشن الول مش الار اوكي اس اربعة برضو اوكي بتحويلها لكلفن تطلع معك 25.04 وات لكل متر وبتجمعها مع بعض تطلع معك 55.7 وات لكل متر هذا التوتال الهيت لوسط اوكي وبس هيك احنا بنكون خلصنا الاسئلة ان شاء الله المرة الجاي بنبلش بالهيت كوندكشن اكويجيونز والستادي فيرسل سترانسينت هيت ترانسفير بتماني انكم تكونوا فهمتوا لهون ويعطيكم الفعافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة